ازايكم حبايبي? هنعمل مع بعض النهاردة بقى الجنبري الخطير بس بطريقة جديدة وتدبيلة جديدة. هتخلي طعمه في حتة تاني خالص. مختلفة عن التدبيلات القبل كده. اه انا بتقولي التدبيلة دي حصري عندي بس يعني. اه انا بحب كده اجدد كل فترة كده واعمل اه حاجات جديدة. وهنعمل كمان معاها اه مقارونا بالوايت سوس. اه سهلة وبسيطة وخفيفة كمان مش تقيلة. يعني ممكن بتوعي تيكلوها عادي خالص. وممكن نزينها برضو بالفلفل الالوان. عايز اقول لكم اكلة خطيرة ومش بتاخد وقت. اه عندي هنا جهزت بقى عندي اه المكارونا سلقتها. وبعدين بجهز عندي الجنبري. هبتدي اه عندي خمسمية جرام من الجنبري. طبعا الكمية دي حسب ما انتو تحبوا عايزين نص كيلو عايزين اكتر حسب عدد الافراد عندكم. ببتدي افتح الظهر بالطريقة دي وياشيل منه الكيس الرملي. وابتدي برضو فيه بيبقى فيه كيس رملي فيه البطن برضو نحاول آآ نشيله كده بالطريقة دي. هعمل واحدة تاني معاكو علشان اللي ما يعرفش اه تنظيف الجنبري ازاي. بقطع الراس وبعدين بفتحه بسكينة كده من الضهر. وبفتحه كده. آآ بشيل القشرة بس مش بفصلها. يعني بشيلها كده من الضهر بس مش بفصلها. بحتفز برضو بالقشرة. آآ علشان برضو آآ ليه القشرة علشان ما يكشش. يعني لما بنشيل القشرة او الديل او كده بتلاقي جنبري كاش. هبتدي بقى جاهز عندي هنا التدبيل عبارة عن معلقة كبيرة من الزبدة. هنحط كمان ملح وفلفل. آآ بابريكا. طوم بودر. آآ بصل بودر. آآ سويا سوس. وكمان سوس الباربيكيو. مستردة وكاتشاب. كل ده حوالي معلقة كبيرة من كل الحاجات دي. آآ خصوصا السوسات. وكمان حطيت عندي آآ معلقة كبيرة من الثوم. مهروس طبعا. وآآ عصرة لمونة كبيرة او لمونتين صغيرين. بقلب كل الخليط. وببتدي بقى عندي هنا الجنبري بعد ما آآ نضفناه كويس. هبتدي بقى ادهنه بالفرشة بتاعة الديهان او اللي بنتهن بيها. وبعد كده آآ باقي التدبيلة بقى بحط عندي الروس وهنعملها برضو شربة. آآ ما فيش اي حاجة تترمي من الجنبري معروف الجنبري آآ ليه فوائد كتيرة جدا. آآ هنبتدي بقى معلقة زبدة ونحط الروس ونقلبها في الطاصة آآ لمدة دقيقة. بعد كده بضيف عندي كوبايتين من المية ومرقة خضار. ومرقة الخضار دي طبعا آآ اختياري يعني. انا مضيفتش طبعا التوابل لان هي موجودة في التدبيلة اللي احنا حطناها. بعد كده بقى بحمر عندي الجنبري. آآ ما لقت زبدة برضو كبيرة. وابتدي ارس الجنبري واحدة واحدة. يعني انا عايزة ارس الجنبري واحدة واحدة. مش هنحطه آآ كله على بعد كده ونقلبه. لا واحدة واحدة كده من عند من البطن وبعد كده بقلبه على آآ للدهر ياخد لون. عايزة اقول لكم ان هو مش بياخد وقت خالص يعني آآ تلات دقايق بيكون عندنا الجنبري جهز. وآآ بقى جميل وعايزة خطير بجد هيعجبكم. هو هنا خلاص يعني كده آآ السوا. التدبيلة دي بقول لكمش بقى آآ طعمها مخليها الجنبري آآ طعمه جميل جدا. آآ يعني ليه طعم مختلف عن اللي قبل كده. هجايز بقى بعد كده عندي الكريمة او بتاع المكرونة. بقى عن آآ كوبايتين من اللبن معلقتين من الدقيق ومرقة خضار. طريقة سهلة بسيطة خالص بقى وما فيش كريمة وما فيش بقى قشطة وحاجات دي علشان ما يبقاش تقيل برضو. انا عايزة الخليط بتاعه او القوان بتاعه يكون كده. في ناس بتحبوا اخف برضو زي ما تحبوا. هبتدي حط بقى المكرونة. وحط عليها الوايت ممكن نقلب المكرونة معيها. ممكن نعمل مكرونة زي ما تحبوا. اي نوع بقى مكرونة انتو تحبوه. وحط بقى عندي الفلفل الالوان. وبكده عندي الجنبري كده جاهز. واكلة لزيزة. وبالفة هنا وسحة. ايه يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم بقى متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيز زر الجرس عشان يمسلكم كل جديد.